يوم آخر من الاحتجاجات على سياسات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة تصدت الشرطة ببدافع المياه لعشرات المحتجين واعتقلت بعضهم حدة الاحتجاجات في تركيا تراجعت لكن مئات الأتراك ما زالوا متمسكين بالشارع ساحة للتعبير عن منوائتهم لحكم أردوغان لسنا عنيفين ولا نتلفظ بألفاظ سوقية الاحتجاج السلمي هو الطريق الأفضل بعض المحتجين بدأ كمن قرر أن يستقر به المقام طويلا في ساحة تقسيم وبعضهم وجد طرقا مبتكرة للتنديد بما يرونه محاولة لتقويد أركان الدولة العلمانية التي أرسى كمال أتاتورك دعا إمها قبل تسعين عاما الوقوف الصامت كما يفعل هذا الرجل في ساحة تقسيم حيث بدأت الاحتجاجات لأول مرة بسبب خطة مثيرة للجدل لبناء مركز تجاري على أنقاض حديقة شهيرة الشارع اختاره أردوغان هو الآخر قبل يومين ليؤكد لمناوئيه أنه يملك من الشعبية ما يكفي للبقاء في الحكم رئيس الوزراء التركي أبدى استعداده للإنصاط لمطالب المحتجين إن كانت ديمقراطية كما قال لكن أحد نوابه حذر من أن الحكومة قد تأمر بنشر الجيش لإنهاء الاحتجاجات الاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن أربعة محتجين وشرطي خلقت حالة استقطاب حادة في الشارع التركي وأضرت بالاقتصاد التركي وبصورة تركيا عموما كبلد مستقر في شرق أوسط تعصف به التوترات إليا ستملالي بي بي سي